اشترك بالله تزيد في غير يمكن بعدين تبغى ترجع معا تقدر مو على كيفك ولا باختيارك لكن لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر يقول بالقيم ان لم تكن من المتقدمين فانت من متأخرين انت يا صاحب الظنوب والمعاصي يذوقك الله لهم والغم من بسبب الظنوب والمعاصي هذا يسميها الله في القرآن العذاب الأدنى ليش الله يذوقك العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر عشان ترجع ليش الله يجعل كده عصيته واذا بعدت عنه يجي في قلبك هم وغم هذا يسمونه ويسميها الله في القرآن العذاب الأدنى ليه اسمع ولنذوقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قلنا إذا تبت أول ثمر لك وأول هدية من الله لك يا من تريد التوبة إيش الجنة ما تكفي بس جنة لا زي ما قلنا في أول المحاضرة حتعيش متعة متعة في الدنيا قبل الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى طيب أنا الآن جنة ومتاع حسن لسه أنا الآن جنة عظيمة ومتاع حسن أنا بتوب خلاص أو بتغير بس بقيني مشكلة البلاوي اللي سويتها المعاصي اللي عصيتها ومن يعمل سوءا